القرار المطلوب أن تكون هذه المباريات حراماً على الفتيات حلالاً للرجال لكن أدى ذلك إلى انقلاب في المدرجات المغربية فريق الوداد ونهضة بركان بين المستهدفين فما حقيقة المشاهد غير الأخلاقية التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد مواقف مريبة حدثت في أكثر من مباراة أن الأبطال فيها حسناوات المغرب من الفتيات جميلات لكن لم يكن يتوقع الجمهور أن تلك المشاهدة ستؤدي إلى هذه العاصفة من الغضب المتصاعد والذي ستكون نهايته منع الفتيات من حضور المباريات في كل مباراة هامة بمختلف المواجهات الكروية لطالما تكررت صورة في فقرات الأخبار الخفيفة بعنوان حسناء مغربية تجزب الأنظار ولم يحدث هذا في المغرب فقط بل حتى خلال مباراة للمنتخب العراقي حيث ظهرت فتاة مغربية تدعى جليلة جذبت أنظار الجمهور والمصورين حيث ظهرت فنانة مغربية تدعى جليلة جذبت أنظار الجمهور والمصورين واقعة أخرى كان بطلها لبنانياً وفتاة حسناء في مباراة المغرب وكرواتيا بينما إن شغل الفريقان والجمهور بالمباراة ركز الجميع على اللاعبين الأكثر سيطرة على أرضية الملعب كان ذلك اللبناني يريد أمراً آخر وتبين أنه منشغل تماماً عن المباراة وتبين أنه حضر المباراة لطلب يد الفتاة وكان واضحاً على ملامح الرجل اللبناني أن تطورات المباراة لا تعني من قريب أو بعيد والأغرب أنه صارح وسائل الإعلام بنوية من الحضور إلى المدرجات لكن يبدو أن هذه المشاهد أحرجت أعداداً كبيرة من المغاربة حيث عبروا عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأطلقوا حملات طالبوا خلالها الرجال بالسيطرة على الفتيات الجميلات في عائلتهم وإبقائهم في المنازل وقت المباريات الهمة وحملت تلك الحملات العديدة من العنوين منها المكتوب باللهجة المغربية بعنوان شدختك في دار أي عليك أن تلزم شقيقتك بالبقاء في المنزل سطراً لها وحفاظاً عليها ولكن الغريب أن التاريخ القرة المغربية يشهد حضور الفتيات والسيدات بمختلف المباريات فلماذا تزايدت تلك الحملات فجأة؟ المغاربة يربطون بين تلك الحملات وبين واقعة مشينة كانت بطلتها فتاة تعرضت لاستهداف في أحد شوارع مدينة تنجا المغربية وألقى الجمهور فيها باللوم على الفتاة لخروجها إلى إحدى المباريات بملابس تصف أكثر مما تستر لكن معنيين بحقوق السيدات رأوا أن تلك الدعوات ضد حقوقهم في التشجيع الرياضي وأن اللوم يجب أن يقع على من ارتكبوا هذه الأفعال غير الأخلاقية وحتى الآن لم يصدر من السلطات المغربية أي تعليق عن تلك الدعوات لكن كثيرين انتقدوا ظهورها بذلك الطريقة والعودة بفتيات المغرب إلى عصور ما قبل التاريخ وتساءلوا لماذا لم يطالب أصحاب تلك الدعوات بمنع مشاهد الروتين اليومي التي تعرض تفاصيل التفاصيل عن حياة السيدات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فهل توافقون على دعوات منع الفتيات من حذور المباريات؟ ترجمة نانسي قنقر